بسم الله الرحمن الرحيم حلقتنا النهاردة هنتكلم على نبات الفول وازاي نزرعه في المنزل لكن الفول من البقليات ودايما لازم نعرف ان البقليات زمان غير دلوقتي زمان كان ما فيش انتشار الامراض الكتيرة زي العصر الحديث فالفول واللوبيا والفاصوليا والعاتس وجميع البقليات يمنع عن الناس اللي عندها الانيميا ايا كان نوع الانيميا بيمنع عنهم اكل البقليات ومنها الفول الناس اللي عندها انيميا البحر المتوسط وانيميا زي ما اقولت يعني عشان ما نكررش كلامنا كل انواع الانيميا ممنوعة عنها اكل الفول الفول من البقليات اللي بيكون الجتر بتاعها بيطلع العقد البكتيرية اللي بتعمل على تثبيت النيتروجين الجوي فبالتالي لما اجي ازرع الفول او اي نوع من انواع البقليات زي الفاصوليا والعاتس والبسلة واللوبيا لازم نعرف ان التسميت النيتروجيني ما يكونش كتير ان هو كده كده النبات بيثبت النيتروجيني التربة وتاني حاجة لما يكون عنتي تربة فقيرة وعايز اعمل لها اخصاب طبيعي او سمات طبيعي انا مش عارف اجيب سمات طبيعي اعمل ايه بازرع فول واول لما يكون حاجمه مثلا حوالي 20 سنتي 25 سنتي اقلبه مع التربة هو اللي مادة عضوية غنية وبيفتنا في الخصوبة الطبيعية للتربة طيب امتى بازرع الفول الفول زي منتو عارفينه مفيش حد في الوطن عارف ما عرفش فول ليه انواع واشكال واحجام يعني مثلا عندنا قاتي حبة الفول بالشكل ده تمام لازم لما اكزرحها ابص عليها كويس افحصها لو فيه سوسة ولا فيه حاجة لا تكرر حبتين تورك كويسين اه انا عنتي حبة فيها سوسة اهي قاتي خرمه تي ازرحها لا ما ازرحاش ليه السوسة كلت الجنين هتعرف منين هتعرف ان انت تمام تلاقي السوسة كلت الحتة اللي عند فوق عند المكان ده شوف كلت ازاي لو خروج الجنين فهي كلتو فخلاص اعرف ان تي الحبة ما تنفعش يبقى انا ما ازرعش يبقى انا لما ازرع البزور لازم اتفقف حصة وتأكد ان هي خالية من الامراض وخالية من الحاجات طيب اعمل ايه بعتك كده اما انقعه لمدة يوم في المية عشان يتنفخ عشان يقتر يقطر 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 يطلع لي الجتر بتاعه ولما اكي ازرع اجيب التربة بتاعتي واعمل السوب بتاعي بالمنظر ده وحط البزرة نايمة وغطيها بالشكل ده تمام واروي طيب انا بزرع امتى بزرع من نص عشرة لنص احداشر وصلت لشهر اتناشر في نصه مفيش مشكلة بالنسبة للبلاد الدافية يعني منطقة الخليج ممكن ازرع لغاية نص اتناشر طيب انا كده ازرعتي فين في الشتاء يبقى اروي كل قد ايه كل تلاتة ايام طب انا باكمع امتى باكمع في شهر تلاتة من اواخر تلاتة كده يعني ازباع الاخر من تلاتة لغاية اوائل خمسة لو اطلع ايه الفول الحراتي والكلام تقوله الحراتي بيبقى شوية يعني ايه حراتي لو او الفول اللي اخضر الفول اللي احنا بقى نكمعه عشان ناخد منه المحصول يعني من اخر تلاتة كده لغاية اوائل خمسة لغاية لما الارن ايه بتاع الفول يستوي طيب رويت خلطات التربة عملناها في الحلقة ستة وسبعين اختار اي خلطة مناسبة لك اعمل اي خلطة مناسبة لك حسب التربة المتوفرة عندك في المنطقة احنا منزرع في البيت ما لنجتعب بالفلاح الفلاح تا الاساس بتاعنا الفلاح من اول ادم وحول غاية النهاردة هو الاساس بتاع المهند الزراعي بس طبعا الفلاحين بتوع الزمن اللي احنا فيه بتوع الترفيزيونات والتش ما يعرفوش الف من كوز الدورة والمهندسين ربنا علم بحاله فما علينا قادي الفول عرفنا التسميت بعد الزراعة بشهر بتطيله شوية سلفات بوتاسيوم او ان بي كي عالي البوتاسيوم والفوسفور كل شهر مرة باكي قبل الجمع على شهر اتنين بمنع التسميت خالص طيب ايه الامرات اللي بتكيلي اول حكا صناعات الانفاء تمام يبقى لازم احط مبيت حشري ايه تاني بيكيلي بيكيلي المن بيكيلي تريبس بيكيلي جاسد جاسد هو عامل زي الهموش الاخضر الزغير والمن كلنا عارفين طب الحشرات تي بعمل لها عليك ازاي بحط لها بالمبيت الحشري مرة كل اسبوع لغاية قبل الجمع بشهر امنع المبيتات طيب اعمل لنا حلقة باشمانتس عن الامراض اقول لكم باذن الله نحاول احنا نجمع الحلقة دي لكن الحلقة العلمي عندكو انتو انتو اللي عندكو العلم والثقافة طيب هرش ايه بالنسبة للمبيتات للامراض الحشرية عنتك ملاسيو عنتك تايمي سويد عنتك اكتاليك عنتك تروسبان عنتك اكتار عنتك اي مبيت حشر متوفر عنتك في الدولة اللي انت فيها الاسم التجاري مش مشكلة اما حاجة اقول من تحت مكتوب ايه ادي الاسم التجاري مثلا ايه ايا كان تمام وتحته مكتوب بالعربي مبيت حشري بالملامسة مبيت حشري جهازي ياردكو تقرؤ عن المعلومة دي ايه الفرق بين المبيت الحشري بالملامسة والجهازي واردوا عليها في التعليقات طيب ايه اللي بيكيلوا من الامراض الفطرية بيكيلوا اخطر حاجة امراض الزبول وفي مرض بييجي عنت سطح التربة تلاقي النبات من حتة دي مكان تاب الزات يسود ويطعف وتلاقي النبات مات تايرازيكتونيا اسمه ايه رايزيكتونيا او الخناء تا نتيكت ايه ان احنا بنروي كتير اه عمالة على بطال في اه يحصل مكان الاصابة المكان تا يحصله الاصابة يدخل الفطر يعمل المشكلة بتاحت لاقي النبات مبقعة طب نعلكو بايه لما نيكي نزرع نحط مع الخلطة حابة صغيرة مثلا نقول مع علاقة شايمة مسوحة من اي مبيت فطري توبسن ريزوليكس تياسين اه اي مبيت فطري متوفر عندك ولما ازرع النبات يوصل للحجم اللي لنا في ايدي ده قدي له رشة تانية ليه بيجي لبعض الاوقات الورق نتيكة الرطوبة العالية بيجي للورق من هنا يجي له نقط صودة تمام؟ تيه تقرحات امراض فطرية ممكن ييكي الترناريا ممكن ييكي انسراكنوز ممكن ييكي امراض كتير العلاج بتاعها ايه؟ ارش بمبيت فطري ايا كان المبيت الفطري متوفر عنتي في المكان اللي انا عايل فيه يبقى احنا كده اتكلمنا عن زراعة الفول ازاي نرويه وانكبره وتربطه وجمعه وتسميده وكل ما هو يتعلق بيه اتمنى تكون حلقة مفيدة للجميع وعلى لقاء اخر بازن الله مع الف السلام اشتركوا في القناة